اشتركوا في القناة اول حد عاقب حسين الشحات كان مدير الكرة في النادي الاهلي كابتن سيد عبدالحفيس بمجرد انتهاء المباراة تم عقاب حسين الشحات وحسين نفسه راح اعتذر لللاعب واللاعبين والجماهير العربية والمصرية وكل حاجة تاني يوم نادي الاهلي قرر في وجود الكابتن محمود الخطيب طبعا رئيس مجلس دارة نادي الاهلي والمشرف على الكرة عندما ناقش الامر مع مدير الكرة وجد انه المبلغ المخصوم من حسين الشحات يجب ان يتم زيادته فتمت زيادته تاني يوم فاقل من 24 ساعة كابتن حسين الشحات تقبل هذه العقوبة واعلن عن تقبله هذه العقوبة وان هو اخطأ وانه يجب ان يتحمل خطأ وان هو بيعتذر لكل الناس الجميل العربية والجميل المصرية وبيعتذر لإدارة الاهلي وبيعتذر لزميله واعتذر للاعب نادي بيرامتز طيب وسط كل هذه الامور كان هناك من يحاول من بعد من لايه وشجع النادي الاهلي يقولك ايه اه هو دي عقوبة انتو بتتحكوا علينا انتو بتعملوا كده بس عشان خطر حسين مش عارف ايه انتو صح ولا مسصح حضراتكم كنتو بتسمعوا هذا الكلام طيب النهاردة كان في مباراة ما بين النادي الزمالك ونادي الشباب السعودي وخسر نادي الزمالك واحد سفر براكل الجزاء واحد سفر طيب اثناء المباراة كان هناك احداث في هذه المباراة وحصل شدة ملعب زي ما انا قلت يوم على حسين الشحات هل حضرتك سمعت من ساعتها لغاية دلوقتي او منذ انتهاء المباراة لغاية دلوقتي ان هناك من يعاقب من اخطأ اذا كان هناك انا معرفش انا معرفش ولكن اذا احنا شفنا كلنا فيديوهات وشفنا المطش وشفنا كل حاجة اذا كان حد تفوه بانه هو ضرب حد بالبوكس ولا اذا كان حد تفوه بالكلام وقال كلام يعني ماينفعش يتقال هل حد طلق عاقب الناس دي بغض النظر النهاية انا دايما بقول ان مثل هذه الامور بتبقى شدة ملعب وجهة نظري لان انا يعني كنت اتشرف باللعب بكون اتقدم فعارف من الواحد سعب بيبقى متنرفز على رغم ان ممكن ضربة الجزاء تكون صح وممكن تكون الامور جيدة جدا جواه الملعب والحاكم ماشي كويس جدا ولكن شدة الملعب دي بتبقى مختلفة لما انا قلت كده قالك انت بتدافع عن حسين الشحات انا عمري ما كنت هدفع عن غلط عمري ما كنت بدافع عن غلط سبحان الله بعدها في اهل من اسبوع والعشر ايام بيرجع حق النادي الاهلي من الناس اللي قاعدت تتكلم وخلاص من الناس اللي قاعدت تقول اي كلام لكن هناك فارق كبير جدا ما بين تعامل النادي الاهلي او ادارة النادي الاهلي او ادارة الكرة بالنادي الاهلي واي حد تاني النادي الاهلي عندما ينظر بينظر للاخلاق والقيم والمبادئ لا ينظر لا اي امر اخر لا ينظر لا اي امر اخر على الجانب الاخر اذا كان هناك من اخطأ سواء باليد او بالتفوه بكلام ما يصحش يتقال صمت تام على هذا الامر محدش بيتكلم في هذا الامر ولا حد طلب بالاعتذار ولا حد بيهاجم الموضوع ولا حد بيعاقب ولا حد بيقول فين المبادئ فين الاخلاق فين المش عارف ايه على الرغم من النادي الاهلي مرة تانية لم ينتظر الكلام اي حد النادي الاهلي مبصش لاي حد من الكلام اللي بيحصل ده النادي الاهلي عندما اتخذ قرار اتخذ قرار خاص ببلد خاص بقيم ومبادئ خاص باخلاق الناس كانت بتسأل ايه هي مبادئ النادي الاهلي سبحان الله سبحان الله اللي غلط بيعتزر وبيتعاق بالاول وبعدين بيعتزر وبيتقبل العقوبة بعد كده حتى لو عقوبة مغلزة بالمناسبة حتى لو عقوبة مغلزة وهو موقف ممبلغ مش قليل ولكن الفارق كبير جدا بالمناسبة التطبيق العملي لكلمة المبادئ والاخلاق اللي حصل من الاهلي في وقعة حسين الشحات واتكرر قبل كده كتير في وقعة اخرى اخطأ بعض اللاعبين وعقبهم النادي الاهلي حضرتك بتسألني المبادئ فين فبقولك هي دي المبادئ لكن دلوقتي هل حد بيجيب سيرة المبادئ من بعد مباراة اللي اتفرجنا عليها او اللي ناس اتفرجت عليها لغاية دلوقتي محدش تكلم ما شفتش حد كتب حاجة ما شفت انا مستني كنت انتظر ان يتكلم احد في هذا الامر ولكن محدش بيتكلم محدش بيقول اصله ده درب مين اصله عمل ايه البطولة العربية مش عارف ايه لا 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 خالص محدش بيتكلم محدش بيكلم اصله العلاقات ما بين مصر والمغرب فاكرين لما قالوا كده على لاعب مصري بيلعب في النادي الاهلي ولاعب مغربي بيلعب في النادي مش اتخنقوا انا بسميها نرفازة ملعب ومش حقول اكتر من كده حتى في اللي حصل النهاردة بقول ان هو نرفازة ملعب بالمناسبة ولكن انا بقارن موقف بموقف موقف ادارة نادي بموقف ادارة نادي وبقارن ما بين ردود فعل حصلت هنا ما بين الاهلي وبيرامدز وردود فعل اخر حصلت في المباراة النهاردة هنا ردود الفعل شفتوا حضراتكم كتعاملة ازاي اه حسين الشحات والحق المصر والمغرب والمش عارف ايه ووصلت لحتة واسماء وارقام كبيرة جدا وحوادث كتيرة جدا هنا انا مش شاف حاجة مش شاف حاجة فين حضرتك يا اللي كنت طالع بتتشدق بالمبادئ وبتقول هي فين مبادئ الاهلي هي مبادئ الاهلي هي وبالمناسبة هو لا يتم تطبيق العقوبة عشان يتقال مبادئ الاهلي ولا اقول لك لا هي بيتقال كده عشان الشباب يتعلموا والناس تتعلم والاطفال الصغيرين يتعلموا ان النادي لما يلاقيني باتكلم او انا او غيري من الاهلوية او من ال بيتشرفوا بانهم يشتغلوا في قناة الاهلي لما يجي نتكلم عن الاهلي ومبادئه يعرفوا ان احنا بنتكلم عن حاجة صحيحة مش مجرد كلام وخلاص مش مجرد واحد يطلع في التليفون والناس تقول له كذا 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 صح مظبوط عندك حق مش ده اللي بيحصل اين المبادئ اين الاخلاق اين مبادئ الاهلي اتمنى ان انا لقي المعايير وحدة ولاقي ردود الافعال وحدة سواء في الاعلام الفئوي او حتى الاعلام او اكتر الحقيقة للاعلام العام الاعلام الفئوي انا بعرف تماما يمكن القناة الاهلي عندنا احترام لاسم النادي الاهلي كبير جدا 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 يخلينا دايما بنتبع نفس الاسلوب ونفس النهج لكن انا هنا لما اتكلم عن الاعلام المحايد لازم يجب ان يكون نفس المصطر اجماعة زي ما بتكلم مع الحكام او عن الحكام هنا بقول الحكم لازم يدي قدام الاهلي او مع الاهلي او مع الزمالك او مع الاسماعيلي زيه زي بقية الأندية كل الأندية نفس الصفارة لازم لو واحد زق هنا يبقى لازم تحسب هنا برضو يجب أن يكون الإعلام المحايد بنفس هذا الشكل أتمنى أن ده يحصل عمرنا ما حنسخن الدنيا واصلخ نائمة بين المصر والسعود ما فيش الكلام ده ما حدش حيطلع يقول الكلام ده كما بدأت كلامي مع عحسين الشحات ببدأ كلامي النهاردة في هذا الأمر ما هي إلا أنه رفزت ملعب وهي على فكرة الدنيا دوارة يوم لك ويوم عليك زي ما حضرتك شايف في ثانية إيه اللي حصل الدنيا تقلبت وتحطيت في نفس الموقف إحنا كلامنا ما تغيرش ولن يتغير من إسلام لمهاند سعدلي للأستاذ إبراهيم لفارس لبقية اللي موجودين أسامة حسني هيسم هاني رمزي مع الاحتفاظ بالألقاب طبعا لكل الناس نهواند وكريم وإحمد سمير ومحمد سعيد كلهم هتلاقونا بنتكلم بنفس الشكل وبنفس الكلام كلامنا مش هيتغير هي معايير واحدة دايما عندي عند غيري عند دا عند دا لكن الآخرون زي ما حضرتكو شايفين ترجمة نانسي قنقر